تقبلت عينتين الشعور الرئاسي بتحضير طويلة الحوار استعداد رئيس المجلس نبيه بر لم يرقى إلى مستوى دعوة رسمية للكتل النيابية بل بقي في إطار استمزاج الأراء عدم حماسة التيار الوطني الحر كذلك شروط القوات اللبنانية فرملة الدعوة كما يؤكد عضو قتلة التنمية والتحرير النائب قابلان قابلان مشيرا إلى أن الدعوة لعقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية ستستأنف في الوقت المناسب أولا رئيس برري لم يدعو إلى الحوار الرئيس برري كان بإطار استمزاج آراء الكتل النيابية ليرى مدى استعداد هذه الكتل للمشاركة في الحوار عندما رأى أن الكتلتين الرئيسيتين غير مستعدتين للمشاركة في الحوار صار في النظر لم يدعو إلى لا بالتأكيد ما رح يتعطل الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية رح يصير في دعوات الأسبوع خلص ممكن الأسبوع القادم يكون في دعوة لانتخاب يعني الرئيس عاب يدرس التوقيت المناسب لهذه الدعوة بشكل مباشر حمل رئيس المجلس مسئولية توقف مسعى الحوار لتبدل مواقف الكتلتين المساحيتين الأكبر وعنادهم السياسي الوزير جبران باسيل بآخر زيارة للرئيس بري بعين التيني لما كانوا وفد من الكتلي وانترح الموضوع وكان مرحب وكان موافق بهذه الجلسة بعدين تغير هذه ليست انتقاص منها من حق رئيس جمهورية وصارت سابقا أن عملت سابقا وحضر الرئيس عون شخصيا كان بعد ومش رئيس جمهورية بتوصلوا فيها على رئيس الجمهورية كنتوا موافقين هذا الحوار لأنه مش محدد إذا بتوصلوا أو ممكن توصلوا بتقولوا لا واضحة القصة هذه الأنى الأنى السياسية الكبرى هذه صارت موجودة والناس صارت الناس مش أغبية بلبنان وانه ما عاش تمرق على الناس القوات بدهم بمعنى أنه وكأنه نجيب 128 نائب ونعمل اتفاق هذه ما فينا لو فينا نجيبه ونعمل اتفاق كنا رح نعملنا انتخابات ما بيجوا فيه كتل أساسية رئيسية موجودة على قاعدة تمثيل الجميع بالنسبة لي بكركي غير المتحمسة للحوار بحسب ما أكد الوزير السابق سجعان أزي للجديد واضعا الأولوية الانتخابي رئيسا للجمهورية اكتفت حركة أمل بالتأكيد على العلاقة المميزة بين الرئيس برري والبطريار كراعي الرئيس برري وكما هو معروف وكما هو متداول يكون كل احترام لمقام بكركي ولمرجعية بكركي ما بعرف إذا الوزير أزي بيمثل فعليا وجهة نظر بكركي ولكن بالربط بين الدعوة وبين الحوار والانتخاب نحن الدعوة ليست للحوار بمواضيع سياسية متعددة أو متنوعة الدعوة لانتخاب رئيس جمهورية تراجع رئيس مجلس النواب نبيه برري خطوة إلى الوراء بعد سلبية التيار الوطني الحر والقوات ليتخذ موقف المتفرج على الفراغ حتى تعيد الكتلتان المسيحيتان النظر بموقفهما ريم حمدان قناة الجديد